ما هي محظورات الإحرام التي ينبغي على الحاج أن يتنبه إليه حتى لا يقع في محظوراته؟ ذكرنا في بداية الكلام أن ما قبل الإحرام حكم وما بعد الإحرام حكم آخر إيه الفرق من الاتنين؟ أنك قبل الإحرام في حكم نفسك تفعل ما تريد وقت ما تريد طالما حلال إنما بعد الإحرام دخلت في أحكام خاصة يسيرها الله تبارك وتعالى شعاراً لزواره ولضيوفه أول شيء يمنع علي أن أتطيب طب ده أنا لسه متطيب قبل ساعة نقول له الله تبارك وتعالى حين يباهي يقول جاءوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته راحلته فوقع عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه ولا تمسوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبين فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عرفنا ذلك طيب الأمر الثاني لا يمس شيئاً من شعره لا يقص منه شيئاً ولا ينتزع منه شيئاً بل ولا يدهنه لأنه ده كله مخالف لأنه جاء أشعث أغبر لأنه يجأر إلى الله في حال الذلة والمسكنة حتى لو حك شعره كده أحد العلماء يسأله بيقوله هل يجوز لي أن أحك شعري وأنا محرم؟ قال نعم قال له المدى قال حتى يبلغ العظ يعني هذا شيء من الأمور العادية التي تحدث لنا لأنه حك وتساقت منه شعر لا شيئاً فيه لا شيئاً فيه إنما المحظور تعمد أن نزيل شيئاً من الشعر سواء بقص أو بنزع حتى ولو كان مثلاً في شعر الوجه أو في شعر الرأس أي أن كان في شعر جسمي لا يمس أظافرهم الأظافر لا يقص هذه الأظافر قال له لك لماذا ده من سنن الفطرة قال له من سنن الفطرة كان له أن يفعلها قبل الفترة نعم الله تبارك وتعالى يبيح ما شاء متى شاء ويحظر ما شاء متى شاء فأنت بدأت هنا رحلة جديدة في الالتزام الكامل بمراد الله تبارك وتعالى لا كما تهوى وكما تريد وإنما كما أراد الله اختبار للامتثال والتدريب على كمال الطاعة لله تبارك وتعالى لا يلبس مخيطاً ولا محيطاً وقال له شرطين أن يكون مخيطاً محيطاً مخيطاً المحيط أنه ما فصل ليلبس عادة فلا يلبس السراويل ولا يلبس الأغطاء على رأسه ولا يلبس كذلك القمص ولا الجلابين ولا في قدميه ولا في قدميه شيئاً مخيطاً كذلك مما يلبس عادة استثنى من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعب عين كما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهناك استثناءات خاصة في حالات خاصة لكن الحكم العام لا يقترب من هذه الأشياء